أهلا بكم مشاهدينا تبدو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي مترددة بشأن مشاركة بلادها في توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد فيما يظهر الرئيس الفرنسي أكثر تحمسا لهذه المشاركة فلماذا هذا التردد البريطاني والحماسة الفرنسية وما هي حسابات وأهداف حلفاء واشنطن في حال قرر المشاركة مع تزايد احتمالات تنفيذ الرئيس الأمريكي وعيده بشن ضربات في سوريا تثار الأسئلة حول موقف حلفاء واشنطن ومدى استعدادهم للدخول في حرب لا يعرفون مآلاتها الصحافة البريطانية عكست حيرة الرأي العام أمام المستجداد المتسارعة فصحيفة ديلي تاليغراف نشرت مقالا للكاتب كون جوغلين حث فيه الحكومة البريطانية على الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة بوصفها حليفتها الأقرب وحذر من تكرار ما حدث في عام 2013 حين أخفق ديفيد كاميرون في إقناع مجلس العموم بالانضمام إلى الإدارة الأمريكية في قصف قوات الأسد على طرف الآخر تنقل الجاردين وجهة نظر المترددين التي لم تنسى قرارات التدخل المتسرعة في العراق وليبيا وتحذر من عواقب مجابهة مباشرة مع سوريا وإيران ولا ترى في ترامب حليفا جديرا بثقة ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أنور القاسم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومن باريس الدكتور محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ مع الدكتور هنيد فيما يتعلق بالموقف الفرنسي دكتور وكلام ماكرون خلال المؤتمر الصحفي مع ولي العهد السعودي حين قال فرنسا ستتخذ خلال أيام قرارا بالمشاركة أو عدم المشاركة في هذه الضربة لماذا بداية تأخرت الضربة حتى الآن شكرا لك على الاستضافة ومرحبا بظيفك الكريم ومشاهديك الأكارم الضربة تأخرت لأنها تدخل في سياق جديد وفي معادلات جديدة أعتقد أن ما يحدث الآن وقرار الرئيس الأمريكي يعني بالتدخل أو بيشن ضربات صاروخية في سوريا هو حق أريد به باطل يعني نعم ينددون بضرب الكيمياوي وما حدث لكن أعتقد أن الجرائم التي ارتكبها النظام الطائفي في سوريا واستخدامه الكيمياوي ليست المرة الأولى وقد أباد قرن بكاملها يعني مسألة تحمس الجميع لهذه الحفلة ليس إلا أجندات ومصالح خاصة ولا تتعلق بإنقاذ الشعب السوري أو مساعدة السوريين أو غير ذلك هذا غير صحيح لماذا؟ لأن البنود ومثاق الأمم والتحدة يفرض مسؤولية الحماية منذ أن بدأ النظام الطائفي والميليشيات الإيرانية واللبنانية المرتبطة به في قتل السوريين هذه نقطة أولى النقطة الثانية الحماس المبالغ فيه لرئيس الفرنسي يمكن أن يكون بسبب السياق والظرف لأن بجانبه كان ولي العهد السعودي يبرم صفقات بالمليارات وهي صفقات أسلحة فكان لابد لهذا السياق أن يتناغم مع الرغبة السعودية لكن من ناحية أخرى فرنسا تريد مثلا الآن وقد نضجت أو تعفنت التفاحة السورية فأن يتقاسم الجميع ما بقي منها بدعوة التدخل لحماية المدنيين وأنقاذ وغير ذلك من الشعارات التي أكدت الثورة السورية أنها شعارات زائفة ولا تمت للإنسانية ولا إلى حقوق الإنسان ولا الحيوان بأي صنع نعم هذا بالنسبة لموقف الفرنسي أستاذ أنور ماذا بالنسبة لموقف تيريزا مي التي تبدو مترددة في اتخاذ هذا القرار تارتا نسمع عن محاولة ربما إقناع البرلمان الأسبوع المقبل هذا وقت طويل حتى يمكن أن تتم الضربة قبل ذلك وتارتا نسمع أنها تريد أدلة كافية لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيموية يعني الحكمة البريطانية والإنجليزية لنقل في السياسة معروفة لدى العالم بريطانيا لا تسير أو تتخذ قرارات وفق شبهات دائما القرارات البريطانية تعتمد على معلومات أيضا تعتمد حقيقة على أرضية قوية الذهاب إلى البرلمان حصل ذلك في عام 2013 كانت الولايات المتحدة على وشك جاهزة الضربة العسكرية وكان كل شيء جاهز لكن كان الانطلاق يوم السبت وكان فقط إشارة إعطاء إشارة الانطلاق للعمليات العسكرية ما أحبط ذلك حقيقة هو البرلمان البريطاني الحكم في بريطانيا أو الحكم السياسي ليس ملكيا هو سياسي بالتحديد وبالتالي يجب العودة إلى ممثلي الشعب في اتخاذها كذا قرارات حتى في قرار دعم ضربة عسكرية ليس في حرب بردية لا يمكن أن تتخذ بريطانيا قرارا في التدخل العسكري أو تحريك قطعات عسكرية أو المشاركة في أي أمر عسكري اليوم توني بلير تحدث لسكاي نيوز عن أن ما يجب أن تتخذ قرار المشاركة بدون الرجوع إلى مجلس العموم لأنها لا تدخل في حرب برية بل هي محاولة فقط لدعم الضربة العسكرية الأمريكية يعني واضح تماما أن الولايات المتحدة لا تريد تغطية دولية أو تريد توزيع المشاركة حتى لو كانت شكلية تريد دعما لنقل لوجستيا ودعما معنويا وإنسانيا من قبل الدول الأوروبية لهذا هي حريصة كل الحرص على مشاركة بريطانيا فرنسا وأيضا ألمانيا يبدو أنها مشاركة وأيضا تريد تغطية عربية حتى الآن هناك توقعات إذا حصلت هذه الضربة التي لنقل حتى هذه اللحظة هي 50% ليس أكثر لصالح الضربة أو عدم الضربة سنتحدث في ذلك لاحقا كل ما يسند وجهة نظر 50% معه وال50% ضد البريطانيون حقيقة جاهزون للمشاركة لكن ليس بأي ثمن هناك دراسة هناك الآن مفاوضات وهناك أيضا تواصل مع البريطانيون والتي تواصلون منذ اللحظة الأولى مع فرنسا ومع الولايات المتحدة هذا اليوم كانت هناك مفاوضات أيضا لتحليل المعلومات المقدمة وكيفية التحرك هل سيكون تحركا في ضربات صاروخية فقط كعقوبة للنظام السوري أو للمناطق التي قد تستخدم الأسلحة النووية في المستقبل أم ستكون ضربات متلاحقة تشترك فيها ولكن سيد أنور لم نسمع حتى الآن في وسائل الإعلام عن استعدادات بريطانية عكس الاستعدادات الفرنسية التي أود أن أسأل عنه دكتور إهنيد لننتقل إلى الاستعدادات الفرنسية دكتور إهنيد هناك من يقول بأن الضربة الفرنسية إذا ما حصلت ستنطلق من داخل الأراضي الفرنسية من قاعدة ساندوني قرب باريس وليس من القواعد الفرنسية الموجودة في الإمارات والأردن المعلومات التي لدي هي أنها ستنطلق من قواعد في جنوب فرنسا حسب ما ذكرته صحيف كيلان فيجارو ووكالة أجونس فرانس براس هذه النقطة الأساسية ولو أرادت فرنسا الاستعانة بقواعدها الأخرى في المنطقة خاصة الموجودة في دولة الإمارات فلا أعتقد أنها لا تتردد في ذلك أو في مناطق أخرى حسب طبيعة الصبغة اللوجستية لكن دعيني رجاء أفتح قوس هنا بالنسبة لما قاله ضيفك في الأستوديو من أن التروي البريطاني والففتي ففتي والقرار السياسي وغير ذلك أولا تاريخ التدخل البريطاني يذكر بأن ما حدث في العراق وما قام به المجرم الحرب توني بلار هناك من قتل عراقيين كان بشبهة ودون تروي بالعكس أثبت التقارير أنه كان يعلم جيدا أنه لا توجد أسلحة دمار شامل في العراق وقام بغزوه وقتل ملايين العراقيين يعني نتذكر جيدا أن السيدة ماي عندما سئلت عن سؤال هل هي قادرة على استعمال قمبلة نوية لقتل أربعمائة ألف مواطن في ضربة واحدة قالت نعم إذا كانت مصلحة بريطانيا تقتضي ذلك يعني دعونا من هذه الدروس النفسية والإنسانية ولن نكون واضحين المشهد اليوم نكون واضحين عفوا المشهد اليوم هو شبيه جدا بالمشهد حرب الخليج 91 لكن بتغير مكان الفواعل وطبيعة القرارة يعني هناك محاولة لدخول المنطقة العربية لتقسيم المنطقة العربية لاستعادة الأراضي هو مشروع استعماري وليست حدة العلاقة بين روسيا وبريطانيا مؤخرا حول الجسوس الروسي إلا كشفا لطبيعة هذه العلاقة لطبيعة هذه التجليات إذن هناك محاولة لاختسام المنطقة بعد سقوط العراق تسقط سوريا الآن هناك تقاسم للقواعد بين القوى العظمى يعني الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الضباع المحيطة بها وروسيا من جهة أخرى ومجموعة الضباع المحيطة بها ومحاصرة منطقة الخليج المغأة المفخخة بالصراعات إلى غير ذلك وليس حصار قطر ومحاولة الانقلاب على تركيا إلا جزء من هذه العملية وكذلك الانقلاب في مصر والالتفاع على الربيع العربي وذبحي نحن الآن أمام مشروع استعماري يكتمل ما حدث هو أن الربيع العربي عجل بأجندات الجماعة عندما رأوا أن الشعوب العربية يمكن أن تستعيد زمان المبادرة وتأخذ المبادرة الحضارية ويمكن أن تنقض أوطانها تحركت كل الضباع في المنطقة والمشاريع الاستعمارية من أجل القضاء على هذه التجربة الوليدة التي يمكن أن تجعل الإنسان العربي سيدا على أرضه يستعيد ثرواته ويستعيد أرضه فقاموا بذبحه في المجالة التي رأيناها كلها وليس الدرس السوري باستعمال الكيميائي رغم كل جرائم الأسد إلا حقا كما ذكرت لك أريد به باطل وهو غزو سوريا وتقسيمها وهنا يلتك المشروع الاستعماري مع المشروع الاستبدادي نحلل الحسابات الغربية من دون أن ننسى بأن نظام الأسد هو الذي قام بالاعتداء على شعبه واستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه سيد أنور بالنسبة لذكرنا التحضيرات البريطانية لم نسمع أبدا عن تحضيرات عسكرية بريطانية حتى الآن على الإطلاق هناك تحركات نعم في القاعدة قاعدة العسكرية البريطانية في قبرص وهي مقابل سوريا هناك أيضا القاعدة الفرنسية هناك تحرك بهذا الاتجاه لكن حقيقة دعنا لا نتحدث بلغة العاطفة بلغة المصالح السياسة ليست فيها عاطفة وليست فيها أخلاق ما يحصل الآن حقيقة هو اختلاف في المصالح من يسيطر على الأرض الآن في سوريا مثلا حسب الصحافة البريطانية لنأخذ ما دمنا نتحدث عن موقف يعني من وجهة النظر البريطانية المنتصر الآن الذي يسيطر على الأرض هم الروس وبالتالي أيضا إعادة الأعمار مرهونة بهؤلاء روسيا أخذت دورا أكبر من حجمها بشكل كبير وهذا هو أول اختبار ليس للرئيس الأمريكي أنا باعتقادي بل لجون بولتون وهو المسؤول الأمن القومي في الولايات المتحدة الرجل الذي شره للحرب والتدخل الخارجي هي أول تحرك له هو لديه نظرية تقول أن روسيا تأخذ حجما كبيرا وبالتالي يجب أن تعاد إلى حجمها الطبيعية تماما وبالتالي حتى بالنسبة للفيتو في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن قال أن لا تحق لأي دولة أن تمتلك هذا فقط الولايات المتحدة يحق لها أن تمتلك هذا الصوت باعتبارها قوة سياسية وقتصادية وعسكرية إذن هذه طموحات أمريكية ولكن بالفعل الروس مارسوا ضغوطا وربما نفوذا أكبر بكثير مما كانوا من قبل بأثناء حكم بوتن ما نشهده من تدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية قضية العميل سكريبال الذي أشار إليها دكتور هنيد وأيضا تدخلهم في أوكرانيا نعم وضيف من الشعر بيتا أيضا تحليقهم في السماء البريطانية يعني اخترقوا المجال الجو البريطاني في سكوتلندا أكثر من مرة يعني على مدى السنوات الماضية يعني هناك نوع من والرئيس الروسي الآن لديه نوع من الصلاحية للمستقبل فبالتالي يجب أن يوضع في حجم أليست هذه فرصة لمي بأن تقوم برد الاعتبار لبريطانيا من خلال هذه المشاركة؟ نعم أولا معاقبة روسيا هو الطلب هو حقيقة مصلحة أوروبية قبل أن تكون مصلحة أمريكية الأمريكان يعتبروا أن روسيا أخذت حجما كبيرا تدخلت في الانتخابات الأمريكية الأوروبيون يعتقدون أنها تدخلت في الانتخابات أيضا أوروبا بدأت تهدد أوروبا التدخل بالنسبة لمحاولة تسميم العميل مزاوى سكريبال هنا في بريطانيا الجميع يريد معاقبة روسيا لكن ليس بأي ثمن أن تتحدث عن قوة عظمى ثانيا لدينا الصين لاحظي السيناريو كيف يتحرك البوارج الأمريكية تحركت في بحر الصين أيضا في كوريا إذن هناك الآن تحرك دولي المسألة ليست سوريا دعينا أن نتفق على هذه النقطة المسألة ليست 75 رجلا مثلا تم الاعتداء عليهم بالكيماوي الكيماوي استخدم من قبل النظام بمراحل كثيرة وكان عدد المتضررين أكبر أيضا استخدم من قبل بعض الجماعات المتطرفة أيضا الكيماوي والجميع يدرك هذا الموضوع الموضوع خارج عن سوريا سوريا هي الضحية هي الملعب هي الخسارة الأساسية ما يحصل في سوريا وأيضا يبدو أن هناك ليس هناك اتفاق على التخلص من النظام لو كان هذا الاتفاق مثلا الأوروبيون يريدون أيضا التخلص من النظام لكن إذا وجدوا أن الضربة الأمريكية ستقود إلى ذلك أيضا سيشتركون حتى هذه اللحظة حقيقة يبدو أن الموقف الأوروبي ليس واضحا والموقف البريطاني بالتحديد بريطانيا تريد معاقبة روسيا تريد معاقبة من استخدم الكيماوي هذا لم تخفيه بريطانيا لكن اتخاذ خطوة عسكرية حتى هذه اللحظة غير واضحة دكتور هند لنحلل أكثر الموقف الفرنسي قلت في البداية أن فرنسا تريد اقتسام الكعكة في سوريا ولديها أهداف أخرى غير الهدف الأخلاقي الذي نتحدث عنه في البداية معاقبة النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيماوي ما الذي كان يقصده ماكرون عندما قال فقط فرنسا ستستهدف مواقع النظام أو مواقع التي تم استخدام من خلالها أو إطلاق من خلالها السلاح الكيماوي ولن يتم التعرض لحلفاء الأسد أي روسيا وإيران إذا هنا نتحدث عن معاقبة روسيا طبعا سيدتي بالنسبة لفرنسا لا تستطيع أن تدخل في مواجهة مع الروسيا عسكريا هذا غير ممكن لكن التصريح السياسي شيء والإمكانيات اللوجستية والعسكرية على الأرض هي شيء آخر لأن لا يجب أن ننسى أن القوات الروسية لأنه لا توجد قوات سورية على الأرض توجد قوات روسية وإيرانية وميليشيات حزب الله وكل الدواعش والقاعدة والمجموعات المتطرفة التابعة لأجهزة المخابرات العربية طبعا ولجهاز النظام الأسدي هناك يعني كلها تعرف أيضا إلى أين تتجه وأين تختبئ وهناك حتى حديث هذا الصباح عن أن الأسد ذهب مع عائلته والمقربين إلى القاعدة العسكرية الروسية يعني القول بأننا سنستهدف الأسد الأسد ونستهدف مقرات وغير ذلك هذا كلام غير منطقي لسبب بسيط جدا سواء من فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية وهو أنه في حالة حرب فلا أحد يعرف تماما وتحديدا موقع الطرف الآخر وستكون هناك أكيد عندما تطلق الصواريخ ضحايا مدنيين وهم الضحايا الأساسية الذين يذهبون ضحايا إلى مثل هذه المغامرة العالمية نحن اليوم سيدتي في لعبة عالمية في لعبة استعمارية جديدة ومن كان يريد القضاء على الأسد أو من كان يريد منع قتل وذبح الشعب السوري وتطهيره عرقيا يعني القضاء على المكون السني في سوريا كان يمكن له أن يترك الشعب السوري في بدايته يطيح بالأسد عندما كان الثوار على باب دمشق لكن صنعت الدواعش وصنعت المجموعات الإرهابية من السجون وصنع كل هذا التوحش العالمي لكي يبر التدخر الإيراني بين ميليشيات الموت الطائفية هناك ثم دخول حزب الله على الخط ثم بعد ذلك اختلطت الأمور وصارت سوريا نموذجا لتوحش المنظومة الاستبدادية لكي تخيف بها بقية الشعوب العربية التي يمكن أن تفكر يوما في الثورة على حكيمها أو على نظامها إذن ما نشهده اليوم ليس مسألة عاطفة هو سيناريو استعماري جديد يأخذ في الاعتبار حركة الشعوب وسعيها إلى التحرر من هذه الأنظمة والفرنسا مثل بريطانيا مثل ألمانيا مثل كلق والأخرى يعني تستهدف الحضور في هذا المجال لأنه مجال حيوي المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم القابلة للاستعمار بسبب نظامها الاستبدادي وبسبب تخلف أنظمتها الحاكمة وبسبب خيانة نخبها وهو ما يجعل الجميع يتكرب عليها اليوم نعم سيد أنوار عندما تصبح فرنسا هي المحطة الأولى لترامب في التشاورات بشأن هذه الضربة ألا يثير ذلك حفيظة البطانيين الذين يعتبرون أنفسهم الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة في أوروبا يعني هذا ما ترى صحيفة ديلي تليغراف هذا اليوم اليمينية هذا رأي صحيفة ديلي تليغراف أن بريطانيا كانت على الدوام هي أولا التحرف البريطاني الأمريكي أولا ثم تأتي فرنسا وألمانيا ثانيا هذه المرة الأولى التي يحصل ذلك لا تنسي أن العلاقات بين فرنسا وسوريا يعني سوريا كانت محتلة دولة محتلة من قبل فرنسا وبالتالي العلاقات التاريخية كبيرة جدا وهي المجال الحيوي للبنان وسوريا هي مجال حيوي لفرنسا وليست لبريطانيا وبالتالي لا غرو بأن ينسق الرئيس الأمريكي مع فرنسا أكثر من بريطانيا لو كنا نتحدثنا على العراق فالوضع يختلف كانت هي محمية بريطانية أنا أعتقد هذا هو السبب الرئيسي أيضا فرنسا خرجت من مولد بلا حمص كما يقال بالنسبة لتقاسم الغناء بما يحصل في سوريا أنا أعتقد ما يحصل الآن ربما أتفق مع زميلي في هذه النقطة الآن هي إعادة صياغة المنطقة لا أتفق مع فكرة التقسيم التي تحدثت عنها لو كانوا يريدوا التقسيم يفعلوا ذلك منذ زمن طويل نعم دمروا الجيش السوري نعم دمرت البلاد هذه كلها حقاق نعم هي مصلحة دولية فيما يحصل نعم هناك تكالب في كل حضرات أو كل إمبراطورية الأرض تتكالب على سوريا حتى الصينيون استخدموا ثمان مرات الفيتو فيما لم يستخدم في تاريخهم على الإطلاق حتى حينما انشقت تايوان عن الصين لم يستخدم الفيتو استخدم في سوريا ثمان مرات لماذا؟ كان هناك سبب مقنع في هذا هناك صراع في هذه المنطقة صراع كبير جدا مستقبلي توزيع الأدوار الآن المصالح في هذه المنطقة هو ما يحتم أن تدخل إيران وتركيا والدول العربية الخليجية والولايات المتحدة والغرب الكل يريد أن يتقاسم الكعكة التي تحدث عنها زميلنا الكعكة المسمومة ولكن ما الذي تبقى من هذه الكعكة؟ دكتور إهنيد إعادة الأعمار ربما هذا هو ندف فرنسا نعم أنت تتحدثين عن ربما ألف مليار يعني تريليون إعادة هذه البلاد وبالتالي روسيا منتصرة الآن كيف لا يمكن أن تأخذ بما تريد أن تأخذه إلا بعد التسويق هناك تواجد روسي تركي وأيضا أمريكي في شرق الفراد لكن الأوروبيون خارجون عن هذه المعددة كيف يمكن للأوروبيين دكتور إهنيد أن يحصلوا على جزء من هذه الكعكة؟ هل عبر إعادة الأعمار كما يقول السيد أنور؟ أنا لا أعتقد ذلك أعتقد أن إعادة الأعمار هو من تحصيل حاصل هم ليسوا في إعادة الأعمار المشروع الآن وهذه قراءة شخصية هو استهداف القلب العقائدي للمنطقة العربية المشروع هو استهداف دول الخليج لأن هذا هو خزان الطاقة وخزان الثروة في المنطقة العربية ومن دول الخليج كان يمكن أن يخرج نظام سياسي ملكي برلماني أو ويراثي برلماني يعيد المعادلة كاملة ممكن تشرح لأكثر ما الذي تقصده باستهداف دول الخليج؟ نعم نعم سيدتي أنا حسب رأيي وقراءتي هو أن الدول الخليج مجموعة المنطقة الخليجية هي القلب الحضاري والعقائدي للمنطقة العربية والأمة هذا من تحصيل حاصل تم إسقاط البوابات واحدة بعد واحدة وليس الربيع العربي إلا تسريع سرع ربيع فاجأهم فسرعوا البرنامج المشروع وهو استهداف منطقة الخليج بضربها من الداخل عبر إحياء الصراعات والتنافس والحسد ما نرى في حصار قطر وفيات الأزمة الخليجية تعين منها بعد التفكيك الداخلي وخلقات البناء الخليجي الداخلي ستطوق منطقة الخليج ولا أستغرب تدخلا حتى في اليمن بعد ذلك عندما تطوق المنطقة إيرانيا روسيا أمريكيا أوروبيا ومن مناطق أخرى مثلا من اليمن يسهل احتلالها لأن المشروع هو إعادة تقسيم المنطقة العربية وتحيين سايكس بيكو بعد مئة سنة المستهدف هي خزاء الخليج ومنطقة الخليج العربي ومنابع الطاقة بشكل مباشر وليس المستهدف سوريا في حد ذاتها لأن سوريا انتهت بالنسبة للمشروع الاستعماري الصراع غدا بين التنين الصيني صاعد وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هي منابع الطاقة ومصادر الطاقة من سيصل إليها ويضع يده عليها بشكل مباشر هو الذي سيحكم القرون القادمة هذا هو المشروع الأساسي وهناك صفقة القرن والمشروع الصهيوني الذي رأى تجدد طموحاتهم وأحلامهم وما كانوا يتصورون أن حلم من النيل إلى الفرات قابل التحقيق نعم سيد أنوار هل توافق على هذه القراءة التي صدمها أحتلق مع جزء كبير بالنسبة للسيطرة على دول الخليج هذا قائم منذ زمن طويل يعني ليس اكتشافا بالنسبة للصراع بين إيران ودول الخليج هذا أيضا قائم يعني يشعلون هذا الصراع في الوقت الذي يريدون الآن سوريا مهمة جدا ليست لن تنتهي الوضع في سوريا بل بدأ الآن الصراع في سوريا نحن نتحدث عن شريط من الغاز يعتبر أكبر احتياط غاز في ربما بعد الخليج إذا يوازي هذا الاحتياط موجود على الساحل السوري من تركيا إلى أراضي فلسطين هذه منطقة نفوذ كبيرة جدا للمستقبل للغاز لمن يسيطر على هذه المنطقة وأيضا هناك احتياط هائل اكتشف بعام 2010 بهذه المنطقة إذن هناك صراع دولي على هذه المنطقة وليس على الخليج محسوب الأمر يعني هو تحت السيطرة الغربية بشكل كامل سواء الأوروبية أو الأمريكية السيطرة الآن هنا لماذا تدخلت روسيا والصين بكل هذا الثقل في هذه المنطقة السيطرة الغربية عبر ابتزاز لهم بالأموال ولكن يتحدث عن تصدع داخلي في بلدان الخليجية نعم هذا جزء من تخويف أو جزء من سحب الثروة الموجودة في الخليج هذا كما قلنا تحدث كل عشر سنوات تحدث هناك حرب تمول هذه الحرب الآن كل ما يحصل في سوريا بالمناسبة قد تشارك ثلاث دول عربية في حال صارت سعودية كما يبدو نعم السعودية وقد تكون الإمارات وقد تكون الأردن أيضا ضمن هذه الدول لإيجاد غطاء عربي للقرب نعم شكرا جزيلا لك السيد أنور القاسم الكاتب والصحفي والمحلل السياسي وأيضا أشكر ضيفي من باريس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السربون الدكتور محمد هند شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة واللقاء